موسيقى فقبل ما يبدأ الفيديو أصدقائي سجدة شكر لله تعالى على وصولي الـ 100 ألف موسيقى موسيقى الميت ألف مشترك رقم موسهل أبدا سلام حبايب ألبي كيف كنت رجعت لكم اليوم بمقطع جديد معاكم أنصاري كيف حالكم أصدقائي إن شاء الله تكونوا جميعا بخير لا كما عودتكم كيف حالكم يا الأساطير المغامرين أنا بحبكم كل ياتكم حبايب ألبي قبل ما يبدأ هذا المقطع خليين وصلوا لأكبر عدد من اللايكات وكل ياتكم تنزلوا تعالقوا أكثر عدد فينكم تعالقوا فيه بعد وصولي للـ 100 ألف قررت أني افتح لكم قلبي وصالحكم وحكي لكم شغلات ما حكيتها قبل هالمرة بحياتي فأصدقائي تابعوا المقطع للنهاية لأنه كثير رح تستفادوا رحكي لكم شغلات مهمة بالنسبة للكون وشغلات رح أعترف فيها أنا بحياتي ما حكيتها لإنسان بهذا الفيديو رح تعافوا كل شيء فأنا شلت المدارات لأنه أغلبكم كان يحكي لي أنه أنت بدون المدارات أحلى فليكن شلتهم ويلا خلينا نبدأ بالمقطع هلا أولا أصدقائي ليش يا أنصاري ما احتفلت بمناسبة وصولك للـ 100 ألف هلا أولا أنا بحمود رب العالمين على الشي اللي أنا وصلت له الحمدلله بهي السرعة الهائلة فضل من رب العالمين وتانيا بتشكر كل شخص منكم كتب لي مبروك يا أنصاري بحبك يا أنصاري نحنا جيشك يا أنصاري أنا لما أقول أني أنا بفديكم بروحي أنا بكون فعلا سادق لأنني أنا بعتبركم أصدقائي لأنه أنا فعليا الشي اللي بدي أفتح لكم قلبي وأحكي لكم يا أنه أنا ما عندي أصدقاء يعني أنا لو فكرت أني احتفل بعد ما يوصل درع المئة ألف رح أحتفل لحالي لأنه أنا ما عندي رفاءات لماذا ما عندك رفاءات يا أنصاري؟ يعني أنا قبل ما يتوفى بابا الله يرحمه كان فيه كلمة يحكيها دائما بتمنى أول شيء تدعوله بالرحمة والله يرحم جميع أموات المسلمين كان يقلي كلمة كتير مهمة أنا كنت صغير وقت ليقليها بس لما كبرت عرفت شو معناها كان يقلي الله يرحمه صاحب واحد منيح أحسن من مئة سيئين فأنا مشيت على هي القاعدة من لما وعيت على الدنيا أنه خلص يكون عندي رفيق أو رفيقين يحبوني لشخصي وحبهم ما تكون حياتنا لمصلحة ما نحب بعض لمصلحة أنه أنا قلي شي عندك فلازم أنا أكون رفيقك كنت قلبي طيب كنت ما فكر بشي خبيث لأنه أنا ما تربيت هيك وسبحان الله فطرتي مانا هيك فكنت واجه دائما الخباسة وكنت واجه دائما الضرر لإلي مع أني أنا ما عامل لهم شي يعني بالعكس والله العظيم يمكن اعتبرهم مثل أخواتي وأكتر أكتر بكتير بيروحي يفديهم لكن بعمل معهم دائما منيح لاقي بالمقابل شي كتير سيء يعني أنا لو كنت عاملهم بشكل سيء وعاملوني بنفس الشي يعني أنه بشكل سيء ما كنت زعلت أبدا بس أنت بتزعل لما يكون قلبك طيب أنك ماعتبر أصدقائك سند بظهرك وآخر شي يطلعوا لأ هن أول الناس اللي بدون يوعوك وأول الناس اللي بدون يحبطوك فمن لما بلشت أنا بطريق النجاح الحمد لله تركت كل أصدقائي اللي هن بنعدوا على الأصابع وبدون ما أذكر أسماء أبدا الله يسامحهم ويحسن إليهم على كل شي يساووا معي السبب اللي خلاني أنه أبدأ طريق النجاح وأنا وحيد وما التفت لوراي وما استنى مساعدة من أي شخص بالدنيا أنا رحكي لكم شغلة كتير بتوجعني بقلبي أنا أصدقائي اللي كانوا معي لما أنا بديت باليوتيوب تعرفوا أنتوا الشخص اللي بيبدأ باليوتيوب جديد ما بيكون محتواء احترافي أبدا بيكون بداية يعني عادي ما كنت لاقي منهم لهدول أصدقائي الدعم أو أنه والله ما علش بكرة بتحسن مستواك إن شاء الله مع الأيام بتصير أفضل لا كنت دائما لاقي منهم تحبيط المعنويات أنا حاولت أني افتح لكم قلبي لأنه أنتوا الوحيدين اللي هلا بيعتبركن أصدقائي فأنا ما عندي أصدقاء يا صديقي أنت لا تأخذ العبرة مني وتروح تلغي صداقتك مع كل رفقاتك لا بس أنا بحب أنصحك نصيحة إذا بدك تبدأ بطريق النجاح هذا شيء كتير مهم أصدقائك حاول تبعد عنهم مو تبعد عنهم إنك تلغي حلاقتك معهم نهائيا لا بعد عنهم خلص هن بمكان وإنت بمكان اطمن عليهم عن طريق الموبايل ممكن بالشهر مرة حاول أنك تطلع معهم لكن لا تكسف علاقتك كتير يعني لا دائما تطلعوا كل يوم وتتعمقوا بصداقتكم أكتر صدقني والله العظيم أني ما عم بيكذب عليك لأنك رح تخسر صديقك أو يحطك أو تكون إنسان فاشل هاي لأول مرة بحكيها أنا كتير انجرحت من أصدقائي فلا هذا السبب أنا قاعد عم بحكي وافتح لكم اللي بقلبي هلا يا أنصاري بعد وصولك للمئة ألف شو مقرر أنك تعمل هلا أول شغل إن شاء الله رح سوي لكم غنية عن قريب رح سوي لكم غنية بتمنى أنه تعجبكم كتير إن شاء الله الشي اللي جاي هلا رح يكون كتير قوي هلا أننا تخطينا مرحلة المئة ألف وفايتين بطريق المليون فلازم بطريق المليون يكون المحتوى أقوى من اللي أنا سويته قبل المئة ألف إن شاء الله المحتوى اللي رح ييجي كتير رح يعجبكم رح يكون كتير قوي مرعب وبنفس الوقت فيه شوية ضحك وشوية فكاهة يعني مشان ترفعوا عن نفسكم شوي مو دائما يكون في رعب وخوف وانا خايف ويا انصاري في رعب بالموضوع وانا عارف انه تسعة وتسعين بالمية من اللي مشتركين بقناتي هن كلهم حابين الرعب حابين المحتوى اللي انا عم ساوي فانا بنفس الوقت كمان معتقد انه هن بيحبوا كل شي انا بساوي يعني حتى لو عاتيك فتحت الفيديو بس وعملت هاي انا عطشان يعني بحجة انه عم سللكون حتى لو عملت هيك وشربت الناس رح تتفاعل معي الحمد لله لانه هن حبوني لشخصي وكتير تعلقوا فيني وانا برجع بالكم اصدقائي انا بدونكم من بعد رب العالمين انا ولا شي الفضل لرب العالمين من بعد للكون انت فانا اليوم الصراحة والله كنت حاب احتفل هيك حتى قبل ما يوصل الدرع اعمل شي حفلي هيك انبسط فييا بس اطلعت الصراحة يعني ما عندي رفاءات مع مين بدي احتفل احتفل لحالي مسلا نجيب قالب قادت وحطه وقعد شغل شموه لحالي فما خلت بلاها الصراحة خليه ليجي درع الميت الف ويخلق الله ما يشاء لوقتها بنقدر نعمل الحفلة فانصاري هل عندك اصدقاء يوتيوبرية وليش انت ما بتتعاون مع اليوتيوبرية وبتروح بتصور معن والاخري هلا اولا انا فيقي اصدقاء يوتيوبرية وقنواتهم الحمد اللي اكبر من قنواتي يعني فوق المليون بالملايين لكن هي الشغلة مو قصة انه انا ما بحب صور معهم لا بالعكس عادي انا ممكن اني صور معهم لكن انا محتواي بيختلف عن محتوى الاشخاص اللي انا بعرفهم اللي هنه يوتيوبرية ان اغلبهم مثلا بيحبوا المقالب بيحبوا ردات الفعل فانا نوع محتواي مختلف مية وثمانين درجة عن محتواهم انا من النوع مغامض اجيكم شغلات بسوية كل يوم بحياتي انا وبروح بستكشفي يعني انتو بتعرفوا شو هو محتواي فان شاء الله بالايام القادمة رح صير في مشاركة بيني وبين يوتيوبرية ان شاء الله هكبات استمتعوا كتير بالمحتوى الجاية فانصاري الاغنية القادمة عن شو بتحكي اللي رح تساويه انت هلأ رح اطيكم تفاصيل عنها بس هي الكلمات صارت جاهزة الحمدلله والالحان جاهزة ما ضل غير اني سجل بي استوديو وعمل لها فيديو كليب احترافي وان شاء الله بعد نزلكون ياها فيه بتحكي عن الحب والخيانة عن بنت خانة حبيبة اه وما لحكي لكم تفاصيل اكتر الصراحة اشان خليلكون ياها مفاجأة وبنفس الوقت تكون صدمة ان شاء الله تعجبكن ما لحكي عنا كتير لكم انه والله حلوة وهي مو حلوة انتو اللي بتقرروا اذا كانت حلوة او لا فيه لايك وفيه تعليقات وفيه ديسلايك بكم اخ عندك يا انصاري انا عندي اخت اولا الله يخلي لكم اخواتكم كل اياتكم جميع في عندي اخي اللي كبير اسمه محمد الله يخلي لكم اخواتكم جميعا يا رب وابوكم امك يا انصاري انا امي موجودة والله يعطيي طول الصحة والعمر يا رب والامهاتكم جميع وبابا متوفي الله يرحمه متوفي من الالفين ويداعي بتمنى كل اياتكم تدعوله بالرحمة وبحب وجه كلمة لكل اليوتيوبرية اللي بدون ياخدوا مقاطعي ويعملوا عليها رياكشن يعني ردود افعال فهل بتوافق يا انصاري انت على هذا الشيء او انك ما بتقبل اولا اصدقائي شوفوا الشخص يشيل الفيديو تبعي متل ما هو من قناتي ويحطه بقناته عم يروح منك اما ازا بدك تاخد الفيديو تبعي وتعمل عليه رياكشن يعني انت تكون طالعة صورتك بالفيديو تبعك وتعمل ردة فعل انتو بتعرفوا شيعني ردة فعل فما عندي اي مشكلة ابدا وانا سامح لاي شخص انه ياخد فيديواتي ويعمل عليها ردة فعل لكن لا ياخد الفيديو تبعي متل ما هو ويحطه بقناته بدون ما يطلع وشه لصاحب القناة الاساسية وانصاري شو بتنصحنا بالنسبة لموضوع التيك توك هلا اولا ان كان شب او بنت رح انصحك نصيحة واحدة باختصار ما لا اطول عليك فيها كتير ابدا عميلي اللي بدك يا عاد تيك توك بس مشان الله لا تترأوص ابدا لا تترأوص وتشبه بالبنات يعني معلش هلا الرجل هو شو اللي بيخليه جميل اللي بيخليه جميل للرجل رجولته اما مسلا شب طالع عالتيك توك قاعد عم يترأوص متل البنات ففوين صفت رجولته يعني يروح يقعد مع النسوان احسن له فنصيحتي انا عميلي اللي بدك يا صديقي عاد تيك توك بس لا تترأوص الصراحة هادا الشي بيسيئ لعلك انت حتى لو كان بيقديك لطريق النجاح سبب وقالت لكم بدك تنجح نجاح لكن نجاح بطريقة الناس تحبك الناس تعتبرك انت رجل انت انسان ياخدو قدوة لانه في كتير اطفال رح تتابعك هدول الاطفال بس تشوفوا انصاري شو قاعد عم يعمل انصاري قاعد عم يلبس هاي المضارة هاي المضارة هيك لونه بروحوا بيشتروا واحدة مثله صدقا انا عم حاكيكم شي واقع انصاري بيشرب ريدبول بروحوا بيشربوا ريدبول مثله لانه هنه بيحبوله صانع المحتوى فشو بيعمل صانع المحتوى بروحوا بيعملوا مثله فدائما انت تكون قدوة لغيرك يعني عميل شي منيح مشان الناس تتبع هادا الشي اللي منيح فيك وتعمله مو والله تصبغ شعراتك اشأر ومثل البنات ويروحوا هدول الاطفال يقلد وانت بتكون قاعد عم تجني على مجتمع اذا كنت انت مشهور وعندك متابعين كتير فانت بتكون عم تدمر مجتمع كامل فصديقي انتبه من هذا الشي وبالنسبة للبنات كمان فيا بنات الله يرضى عليكم كمان بلا الرأوصة وبلا هي القصص كلياتها عملوا محتوى يفيد الناس عملوا شي عن المكياج عملوا شي بأدب وبحشمة وباحترام وكمان بلا هي قصة الرأوصة لانه بنفس الوقت كمان الناس بتحكي عليكم انا لو ما بحبكم والله العظيم ما بنصحكم انا مالي عنكن شي انتوا حرين بتعملوا اللي بدكم يا بس انا بنصحكم لي اني بحبكم انصاري في سؤال كتير مهم انت من اي محافظة من السوري انا من محافظة ضلادئية انتوا كل ياتقون بتعرفوه بس انا بحكي شامي لأن انا اامي شامية الله يخلي الكم امهادتهم يا رب فهيك بحكي شامي مشان جميع المحافظات اللي بسوريا ان كان حلبي ان كان من درعة ان كان من الشام ومن حسكة من اي محافظة كل ياتقون على راسي مشان يفهم علي باللغة الشامية اما اللغة اللادئينية فيها شوية شغلات مميزة متل جودة واسعado بتع ما هي الكلمات وبالنسبة لموضوع التعليقات أنا التعليقات كلها يأتي بحط عليها قلوب وبشوف جميع التعليقات يعني من هالناحية طمن وأنا ماني حاطت شخص معين لحطي يحط لكم قلوب أو شي لا أبدا أنا بشوف كل التعليقات هاي وبحط لكم عليها قلوب وإذا كان الأمر كتير ضروري بالتعليق فأنا برد عليه فهلا متل مو شايفين رح فرجيكم كيف جميع التعليقات مستحيل أنه تمروا علي وما كون شايفة أو حاطت قلب تفرجوا هذا آخر تعليقات مع القيل لي هون ديك هيك هيك شايفين كلهم أنا برد عليه هون وبحط قلوب أصدقائي لأني أولا أنا بحبكم وتانيا أنا ما أنا معتبركم والله متابعين بس هيك بتتابوني بتشاهدوا في فيديواتي وخلص لا أنا معتبركم أنتوا أصدقائي الأوفياء وأنتوا جيش الأنصاري فأنا لازم شوف كل تعليقاتكم حبا فيكم متل ما أنتوا بتحبوني بتعاملوني لازم أنا عاملكم وأحسن فأصدقائي مثل مو شايفين نقربت الدنيا تعتم فالحمدلله أني أنا فتحت لكم قلبي هيك شوي حكيتكن على موضوع الصداقة لأنه هذا كتير كان بيأثر فيني الصراحة وكنت لازم أطلع وإستح لكم قلبي وأحكي لكم كل شي أنا كان يصير معي فأصدقائي هلأ شوفوا وصار فيه هوا كتير وصارت الدنيا ليه فأنا هيك وصلت لنهاية الفيديو أصدقائي قناتي الألعاب موجودة بالوصف بتمنى كل ياتكم تروحوا تشتركوا فيها لأنه رحصير ننزل الألعاب ونقعد نستلى هيك في فترة الليل إن شاء الله يعني إذا ما كان عندي شي بنقعد بننزل الألعاب وبنتواصل مع بعض وبعمل بس مباشرة بتصيروا بتحكوا معي وبتسألوني وبحكي معكم على البس المباشرة وتاني أنا حسابي لإنستجرام أصدقائي أنا عارف إنكم جيش الأنصاري وكفوا أده كل ياتكم كمان تروحوا حسابي لإنستجرام توصلوني 15 ألف متابع فألف مبروك علي وعليكم لو وصولنا المئة ألف وإن شاء الله عن قريب رح نوصل للمليون وماشيين بطريق المليون أنا بحبكم كلياتكم حبايب قلبي كان معكم أنصاري انتظروني بالعمل الجديد يلي رح يوصلنا إن شاء الله للمليون إلى اللقاء أصدقائي